تنظيم التربصات القصيرة المدى بالخارج ستخضع هذه السنة إلى سلطة رؤساء الجامعات حيث تم منحهم إمكانية تعديل وتوزيع الحصص بين أصناف المستفيدين مع إعلام الإدارة المركزية بالمبررات المعتمدة حسب تعليمة وزارية صدرة بتاريخ الواحد والعشرين ماي الجارية والقرار ينس على معايير تقييد هذا النسب نسب الاستفادة بالنسبة لكل سن في تربصات كما ذكرنا وعملياً مهمة توزيع تربصات محددة بين استقالة الطالع بها أساساً الهيئة العلمية التي يجب أن تتحرى شفافية في استطبيق شبكة تقييم المعايير الموضوعية خمس واربعون بالمئة من الاعتمادات تم رصدها لتربصات تحسين المستوى بالخارج أربعون بالمئة منها موجهة لفائدة الأساتذة الباحثين والباحثين الاستفائيين في إطار إعداد أطرحات الدكتوراه خاضعة للتعديل حسب هذه التعليمة القرار في مضمون هي نص على وضع دبتر شروط لتنظيم هذا البرنامج حسب حصة مختلفة تابعاً لنوع تربص المعروف أن الحصة الأكبر هي لتربصات تحسين المستوى بينسبة 45% من الاعتماد المرسود اقرروا معايير وطنية موحدة عبر مؤسسات التعليم العالية أصد إضفاء الشفافية وما تصب إليه الأسرة الجامعية مع إيجاد آليات عملية لنقل تجربة هذه التربصات بدل الاكتفاء بالتقارير ترجمة نانسي قنقر